السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن جمل وعبارات في اللغة الإنجليزية كما نعلم أفضل طريقة لتعلم مفردات جديدة هو حفظ الكلمات داخل جملة أفضل من حفظ الكلمة لوحدها لماذا؟ مع الوقت ستكتشف أنك لا تستطيع أن تتحدث أو تكتب في اللغة الإنجليزية إذا حفظت كلمات مفردة لذلك أفضل طريقة أحفظ جمل يكون فيها ثلاث كلمات أربع كلمات خمس كلمات في الجملة يكون أنت حفظت جملة ككل عرفت أن تستخدم الكلمة في الجملة بشكل صحيح ومع حفظ الجمل وتكرارها يصبح لدي رصيد قوي من الكلمات وتتحسن لدي الكتابة والتحدث في اللغة الإنجليزية تابع معي ناتي الفيديو هناك الكثير من المعلومات والملاحظات التي تطور من لغتنا الإنجليزية ككتابة ومحادثة ولفظا وبعض النصائح المفيدة لتطوير من لغتنا الإنجليزية نأخذ هذه المجموعة من الجمل كيف تقول أنا متحمس أنا مستعد لشيء ما أو موقف ما أو عمل ما تقول I'm up for it لاحظ دايماً الـ P أضغط عليه لا أقول up أب إذا يكون عندنا ضغط على أشفتين عند لفظ حرف P I'm up for it لاحظ I'm هي اختصار لي I am بإمكانك أن تقول I am up for it أو تقول I'm up for it هناك بصيص أمل يعني هناك شوية أمل there's a glimmer of hope there's a glimmer of hope لاحظ glimmer hope hope أمل glimmer بصيص يعني ممكن أن تقول ray of hope يعني سهم أو أشعات أمل بالمعنى بصيص يعني هناك قليل من الأمل glimmer there's a glimmer of hope لاحظ لا نقول of of هذه كان عندنا دبل F ننفضها of F واحدة ننفضها V of كيف نقول أنا بيتوتي يعني أحب البقاء في المنزل I'm a homebody I'm a homebody إذن نحن نعرف كلمة somebody nobody من هذه الكلمات التي تستخدم مع body لدينا homebody بمعنى شخص بيتوتي I'm a homebody يعني أنا بيتوتي أحب البقاء بيتوتي أحب البقاء في المنزل كيف نقول خلينا على تواصل يعني تواصل معي دائما keep in touch keep in touch لا نقول touch ch ننفضها ch ننفضها t مع ch touch keep in touch كيف نقول أعطيني مهلة أو أعطني مهلة أو أهمني بعض أمهلني بعض الوقت give me some time give me some time إذا نعطني بعض الوقت I'm up for it there's a glimmer of hope I'm a homebody keep in touch give me some time أخر مرة I'm up for it there's a glimmer of hope I'm a homebody keep in touch give me some time كيف نقول من باب المجاملة أو كمجاملة as a courtesy as a courtesy إذن بمعنى من باب المجاملة كيف أقول عندي معارف علاقات واصطات I've got connections I've got connections لاحظ I've هي اختصار لي I have I've got connections بمعنى لدي معارف أو عندي علاقات أو واصطة كيف أقول من قصدي أجرحك يعني لم يكن قصدي أن أجرحك أو يعني أجرح مشاعرك I didn't mean to hurt you I didn't mean to hurt you لاحظ didn't بمعنى لم mean يعني I didn't mean لم أعني to lie hurt you hurt you بمعنى يجرح أو يجرحك أو أجرحك I didn't mean to hurt you كيف أقول أرق أو سهاد أو يعني صعوبة في النوم insomnia insomnia بمعنى أرق إذن صعب الواحد بنام كيف أقول لا تهددني don't threaten me don't threaten me بمعنى لا تهددني نقول لا تهدده don't threaten him لا تهددها don't threaten her لا تهددهم don't threaten them وهكذا على حسب الضمير حالة المفعول به as a courtesy I've got connections I didn't mean to hurt you insomnia don't threaten me as a courtesy I've got connections I didn't mean to hurt you insomnia don't threaten me كيف نقول الحب أعمى love is blind love is blind blind بمعنى أعمى love is blind الحب يكون أعمى يعني الحب أعمى لو نستطيع أن نقول love blind بهذا الشكل يجب أن نضع فعل الفعل هو يكون is بمعنى يكون love is blind كيف نقول في العجلة أن دامة يعني عندما تستعجل فأنك ستندم hast makes waste لاحظ hast عدنا s hast makes waste إذن جمعها a hast makes waste يعني في العجلة أن دامة كيف نقول أنت نفس عمري أنا وأنت بنفس العمر you're my age نقول you are يعني تختصر you're you're my age ممكن أن نقول he's my age يعني هو نفس عمري he's أو he is my age she is my age وهكذا لحسب الشخص اللي يكون أتكلم عنه كيف نقول لا تكن حسودا don't be envious don't be envious إذن don't لا be تكون envious حسودا don't be envious لا تكن حسودا كيف نقول لا تكن أناني don't be selfish don't be selfish لاحظ L يكون ثقيلة بعدها نبدأ كلمة fish don't be selfish love is blind haste makes waste you're my age don't be envious don't be selfish أخر مرة love is blind haste makes waste you're my age don't be envious don't be selfish كيف نقول القرار قرارك يعني براحتك كيفك الأمر يعود إليك it's up to you it's up to you لاحظ it's هي اختصار لي it is it's up to you إذن براحتك أو كيفك كيف نقول لا أضيع وقتي don't waste my time don't waste my time don't لا waste يضيع أو يصرف أو يفقد my time لا أضيع وقتي ككل كيف نقول هل ممكنك أن تسامحني can you forgive me can you forgive me لاحظ forgive me لا لا تلفظ can you forgive me هل ممكنك أن تسامحني كيف نقول لا تكن متسرع لا تكن عجول إذن لا تكن متسرع وعجول تصرف بدون تفكير don't be hasty don't be hasty لاحظ hasty hasty don't be hasty hasty هنا بمعنى صفة أو جاي بمكان صفة كيف نقول أحتاج نصيحتك I need your advice I need your advice احتاج نصيحتك advice كون اسم لو وضعنا بدلا عن ال cs تصبح ينصح تقول I advise you هذه الكلمة بالs بمعنى أنصحك لكن advice هذه نصيحة I need your advice احتاج نصيحتك it's up to you don't waste my time can you forgive me don't be hasty I need your advice آخر مرة it's up to you don't waste my time can you forgive me don't be hasty I need your advice بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلن فيه عن 20 جملة وعبارة في اللغة الإنجليزية لتكون هناك فائد أكبر من هذا الفيديو حاول تكتب هذه الجمل العبارات في مدونة أو دفتر ما على حسب ما تراه مناسب لك أيضا تحاول تدرب على كتابة هذه الجمل ونطقها ولفظ هذه الكلمات بالتالي تستطيع تحفظ مجمع هذه الجمل بالتالي أو وسمع له ممكن تصور نفسك فيديو وتشاهد الفيديو مرة ثانية بالتالي تكسب أكثر من هدف يكون مرر التسانك على التحدث وأذنك على الاستماع وأصبح عليك جرعة على التحدث باللغة الإنجليزية وأيضا كما قلنا مرارا لا تهتم لأخطاء عندما تقع في أخطاء معينة مع الوقت في الممارسة تصح هذه الأخطاء ولا تخجل إذا أخطأت وأتدقق على هذه الأخطاء أهم شيء دائما أستمر وأتابع وأتعلم أشياء جديدة بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقاء وضع عليك الفيديو ليصلك من كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته